مشاهدين الكرام في كل مكان سلام المسيح مع حضراتكم وبنرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب موضوع حلقة اليوم موضوع مهم جدا وبالأخص في إطار الصراع الدائم بين الإخوة الفلسطينيين وأيضا اليهود وعش كده موضوع الحلقة هو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني العربي من منظور الكتاب المقدس لكن قبل ما نبدأ في الحديث عن هذا الصراع من منظور الكتاب المقدس حابب أأكد من على هذا المنبر كواحد من الذين فداهم الرب يسوع وأحبهم كواحد أيضا من خدام قناة الحياة نقدم رسالة المسيح للكل دون تمييز بين مسلم وبين يهودي ودون تمييز بين الناس على أساس جنس أو على أساس اللون أو على أساس المستوى الاجتماعي لكن نقدم رسالة المسيح للكل مؤمنين أن الجميع زاغوا وفسدوا ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد ولهذا يحتاج الجميع إلى خلاص شخص ربنا ومخلصنا يسوع المسيح هؤل بعض الأمور التي فعلا يعني كبداية لهذا الموضوع نحن نصلي من قلوبنا أن تتوقف الحرب وينتهي الدمار فالذي يدفع الثمن هم الأبرياء من الشعبين الذين يرغبون في العيش في سلام من كل قلوبنا بنصلي أن تتوقف آلة الحرب والدمار وأن يجد الأطفال والنساء وكبار السن وكل الأبرياء يجدوا حياة كريمة يعيش في سلام وفي محبة وفي إطمئنان كما أننا أيضا نؤمن أن الفلسطيني واليهودي هو خليقة الله الجميع متساويين أمام الله في القيمة وفي المحبة والاهتمام فالله لا يفرق بين فلسطيني وبين يهودي الاثنان هما خليقة الله والمسيح يحب الشعبين ومات من أجل الشعبين ده إيمانا الراسخ كما نعلن أيضا نحن كخدام في قناة الحياة أننا نحب الكل ونصلي لأجل الكل حتى يعرف الجميع شخص الرب يسوع المسيح فرسالتنا هي رسالة روحية تهتم بأبدية الإنسان وتهتم بأن يسترد علاقته مع الله من خلال شخص يسوع المسيح كما نؤمن أيضا أن المسيح وحده وحده هو القادر أن يجعل الفلسطيني واليهودي إخوة متحابين لا يوجد أي شيء آخر ممكن أن يجعل العداء بين الشعوب يختفي إلا محبة شخص ربنا يسوع المسيح ولكن من منطلق إيماني بالكتاب المعدس ككلمة الله أريد أن أقدم نبذة عن الصراع بين الشعبين من منظور الكتاب المعدس وأريد بالأشتاق أن يكون تفكيرنا في القضايا المطروحة تفكير كتابي وليس تفكيرا متأثرا بفكر الإسلام فنحن نشأنا في مجتمعات إسلامية نشأنا على الكراهية والبغضة نشأنا على دعوات ولعنات نسمعها ليلا ونهار في آذاننا تأتي من معظم الجوامع التي حولنا نشأنا على التفكير أن اليهودي ما هو إلا أحفاد القردة والخنازير نشأنا على الكراهية والبغضة من حولنا وأوقات كتيرة هذا الذي نعيش فيه والمجتمع الذي نتربى فيه يؤثر سلبيا على طريق تفكيرنا فلا نفكر من منظور كتابي بل نفكر من منطلق ما تربينا عليه من كراهية وبغضة سواء لليهودي أو للفلسطيني عشكده مهم جدا نحن نحب الكل ونصلي لأجل الكل وصلتنا أن توقف يوقف الرب آلة الحرب والدمار الدائرة في بلدنا الشرقية لكن من أين نبدأ؟ ده السؤال نبدأ منين؟ فالصراع بين الشعبين قديم جدا 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 هذا الصراع عمره أكثر من 3000 سنة يمكن يقارب على 3500 سنة أو أكثر صراع قديم صراع كان في أساسه صراع على البقاء فلما نقرأ في العهد القديم كان دايما صراع ما بين الفلسطينيين وأقطاب الفلسطينيين واليهود وكان صراع في محوره وفي أساسه ليس صراعا دينيا بقدر ما كان صراع على البقاء والدفاع عن النفس لكن مع الزمن ومع دخول الإسلام ومع الكراهية ومع الكراهية ومع الكراهية والبغضة التي يعلمها الكرآن ضد اليهود وضد كل من هو ليس مسلم تحول هذا الصراع إلى صراع ديني عنصري تأصلت فيه الكراهية والبغضة على أساس الدين وهذا ما جعل هذا الصراع صعب لأنه عندما يتدخل الدين ويبث الدين كراهية وبغضة نحو شعب ما مهما حاولت أن أنت تصنع معاهدات سلام لكن سيظل في قلبك رغبة في إبادة هذا الشعب سيظل في قلبك دعوات ضدهم سيظل في قلبك كراهية وبغضة مهما كان من علاقة بينك وبين هذا الشعب عشان كده هبدأ من تاريخ بداية الشعبين هل يحدثنا الكتاب المؤدس عن تاريخ بداية شعب اليهود وتاريخ بداية شعب فلسطين كتاب مؤدس بالأخص في العهد القديم بيكلمني عن مش بس تاريخ بداية شعب اليهود وشعب الفلسطين لكن بيكلمني عن بداية كل الشعوب كلمني أنه من أولاد نوح الثلاثة خرجت كل الشعوب وكل الألسنة وتفرق الناس في كل مكان كويس لكن بالأخص بيكلمني عن تاريخ اليهود وبيكلمني مش باستفادة لكن في بعض الآيات عن الجزور للشعب الفلسطيني ومن أين أتى وأين كانوا يعيشون قبل أن يأتوا إلى أرض كنعان خليني أبدأ مع حضراتكم بأول حاجة وهي تاريخ اليهود من أين نبدأ؟ نبدأ من كتاب مؤدس معروف أنه بداية شعب اليهود موجودة في الكتاب المؤدس والكتاب المؤدس بيسجل لنا بالتفصيل متى وأين ومع من بدأ تاريخ الأمة اليهودية أول بداية للأمة اليهودية كانت من خلال أبونا إبراهيم أبونا إبراهيم الذي دعاه الرب والذي كان يعيش في مدينة أور ومدينة أور هي مدينة مبين النهرين في منطقة بابل كويس الرب دعا إبراهيم بنقرأ عن هذه الدعوة بكل وضوح في تكوين أصحاح 12 لما الرب قال هذه الكلمات لإبراهيم وقال الرب لإبرام قبل أن يصير اسمه إبراهيم كان اسمه إبرام وقال الرب لإبرام اذهب من أرضك ومن عشرتك ومن بيت أبيك للأرض التي أريك فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة وأبارك مباركيك ولا عنك ألعنه وتتبارك في جميع قبائل الأرض وبعدين الرب أكد هذا هذه الحقيقة الرب أكدها أيضا في أصحاح 15 لما قال بعد هذه الأمور صار كلام الرب إلى إبرام في الرؤية قائلا لا تخف يا إبرام أنا ترسل لك أجرك كثير جدا فقال إبرام أيها سيد الرب ماذا تعطيني وأنا ماضي عقيما ومالك بيتي هو لعادر الدمشقي الرب قال له لا ده لكن هيخرج من نسلك ابن هو إلا أنا هبارك بي حياتك وبارك بي أيضا الأمم وفي أصحاح 17 الرب بيأكد هذا العهد مع إبراهيم فعهد الله مع إبراهيم كان هو بداية الأمة اليهودية وعهد الله مع إبراهيم كان بيشمل ثلاث عناصر كان بيشمل البركة وباركك كان بيشمل النسل الذي من خلاله تتبارك جميع قبائل الأرض وكان بيشمل أيضا الأرض التي أعطيك إياها الثلاث عناصر دول عهد الله مع إبراهيم بنلاقي أيضا في إسحاء الإبن الذي أتى من سارة ومن إبراهيم وإسحاء جاب يعقوب ويعقوب جاب إثنى عشرة سبطا 12 سبط من أصباط إسرائيل أولاد يعقوب الـ 12 صاروا هم الـ 12 سبط من أصباط إسرائيل فهذه الأصباط هي اللي كونت الأمة اليهودية ونعرف التاريخ أيضا بيقول لنا إنه إزاي نزل يعقوب إلى مصر من خلال يوسف وإزاي عاشوا في مصر سنين طويلة ربعمائة سنة وإزاي الرب أقام لهم مخلصا موسى الذي أخرجهم من أرض مصر وإزاي الرب قادهم وقطع معهم عهدا وأعطاهم لوحي الشريعة وأعطاهم النموس ودخلوا إلى أرض كنعان وامتلكوا الأرض على يد يشوع ومن أتى من بعده ده باختصار شديد بداية الأمة اليهودية لكن في حقيقة مهمة أخرى الحقيقة المهمة أنه تاريخ شعب اليهود ارتبط بأرض زي ما هو ارتبط بأشخاص ارتبط بأرض هذه الأرض سميت أرض المعاد The Promised Land سميت في الكتار مؤدس الأرض التي تفيد لبنا وعسلا سميت في الكتار مؤدس إنها عطيت الله هذه الأرض تكلم عنها بداية من أول من رب دعا إبراهيم وقال له أخرج إلى الأرض التي أريك فالجزور الدينية لشعب إسرائيل ارتبطت بمكان بجغرافيا بحدود وصارت مدينة أرشليم هي المدينة التي يطلق عليها مدينة داود أو مدينة الملك العظيم أو صهيون إلى آخر إشارتنا إلى جبل صهيون وتاريخ هذه المدينة يعود إلى زمن إبراهيم يعني بنجد إشارة إلى مدينة سليم أو شليم بنجد إشارة لها في سفر التكوين أصحح 14 بنجد أنه كان هناك ملك يدعى ملك سدوم أو ملك شليم نقرأ عن أيضا هذا الملك الكاهن يقول عنه الكتاب وملك صادق في أصحح 14 من سفر التكوين وملك صادق ملك شليم أخرج خبزا وخمرا وكان كاهن لله العلي دا أول ذكر مدينة شليم كانت موجودة في أرض أرض كانعين فإمتى حصل دوا وهذه الأحداث بتعود إلى أي زمن بتعود إلى زمن إبراهيم نحن نتكلم على ألفين ومئة سنة قبل الميلاد ألفين ومئة سنة قبل الميلاد وكمان ارتبط هذا المكان بجبل المريأ المكان الذي أمر الرب إبراهيم أن يأخذ ابنه إسحاء ويذهب به إلى جبل المريأ لكي ما يعلن طاعته وولاءه للرب وهناك ظهر له الرب وصار ذبح عظيم بديلا عن إسحاء وفد الرب إسحاء ورجع إبراهيم مع ابنه إسحاء فرحا فارتبط بهذا المكان بمكان مقدس المكان الذي ظهر فيه الرب لإبراهيم وبارك فيها وبارك إبراهيم فشعب اليهود ارتبط بمكان لأنه يعني ده كان جزء من خطة الله أنا بكلم من منظور كتاب المعدس مش بكلم من أي منظور آخر أنا بكلم من خلال فهمي لكلمة الله من خلال دراستي لتاريخ كلمة الله وتعامل الله مع الشعوب كبير فأنا بحاول أن أنا أخرج برأي إطار آخر برأي إطار سياسي برأي إطار اجتماعي برأي إطار ديني أنا بكلم من منظور الكتاب المقدس عندي نص هو هذا النص يعتبر المرجع الذي أرجع إليه وأفهم معاملات الله وكيف بدأ شعب إسرائيل وكيف بدأت أيضا أرض شعب إسرائيل طيب أرشاليم قبل سليمان وداود مدينة أرشاليم مش طهرت جدا أيام حكم الملك سليمان وأيام حكم داود أبي لكن هل هناك تاريخ زي ما قلنا أنه تاريخ مدينة شليم أو سليم يعود إلى تكوين 14 وأول ذكر هو لملك صادق كاهن الله العلي ومدينة أرشاليم لكن هل هناك ذكر آخر بنجد ذكر آخر لمدينة أرشاليم موجود في يشوع عشرة فلما سمع أدوني صادق ملك أرشاليم يبقى كان هناك مدينة تطلق يطلق عليها مدينة أرشاليم كان هذه المدينة لها ملك هذا الملك اسمه أدوني صادق لما ملك أرشاليم سمع أن يشوع قد أخذ عاي ودي كانت مدينة كبيرة جدا في أرض كان عام يشوع أخذ عاي وامتلكها خافة جدا فحاول يعمل تحالفات مع المدن اللي حواليه فأرسل أدوني صادق ملك أرشاليم إلى ههام ملك حبرون وفرام ملك يرموث ويافع ملك لخيش ودبير ملك عجلون يقول اسعدوا إلي وأعينوني هو طلب مساعدة من المدن الأخرى لما رأى أن هناك مدينة كبيرة كانت هذه المدينة هي عاي وأن هذه المدينة سقطت خاف أيضا على أن يأتي شعب إسرائيل ويأخذ مدينته فحاول يبعث إلى هؤلاء الملوك يستغيث بهم أن تعالوا أعينونني فنضرب جبعون لأنها صلحت يشوع وبني إسرائيل أي بلد صلحت يشوع إحنا نضربها نخوفهم بحيث أننا نبقى رباطية مقابل مقابل شعب إسرائيل لكن هنا ذكر لمدينة أرشاليم وإحنا هنا بنتكلم على يعني إذا كانت أول ذكر للمدينة ذكر في أيام إبراهيم في أتكوين 14 فأنا بتكلم على 2100 سنة قبل الميلاد لكن هنا أنا بتكلم على 1400 قبل الميلاد لما دخل يشوع إلى أرض كان عام فالفرق الزمني ما بين إبراهيم وما بين يشوع أولمست حوالي 600 سنة طيب في زمن دخول بني إسرائيل إلى أرض كانعان في القرن الـ 14 كانت مدينة أرشليم تعرف باسم يابوس يعني تعرف باسم يابوس وذلك لأنها كانت مدينة اليابوسيين واليابوسيين دول شعب من ضمن السبع شعوب اللي ربنا أدانهم واللي كانوا سكنين في كانعان نقرى كده عن هذه المدينة نقرى في سفر القضاء في أصحح 19 فلم يرد الرجل أن يبيت بل قام وذهب إلى مقابل يابوس راح شخص ما يعني مذكور أحداثه في قضاء 19 مش ندخل في التفاصيل بتاعته لكنه قام وذهب وجاء إلى مقابل مدينة هي مدينة يابوس هي أرشاليم هنا بيقول لي سواني ممكن بس أوكي أنه يابوس هي إيه هي أرشاليم فكان لها اسمين فإيس كانت تعرب باسم يابوس لأنها كانت ملك اليابوسيين هذا الرجل راح وجاء إلى مدينة قعد قدام مدينة يطلق عليها يابوس التي هي أرشاليم ومعه حمران مجدودان وسرياته معه وفيما هم عند يابوس والنهار قد انحضر جدا قال الغلام لسيده تعالنا ميل إلى مدينة اليابوسيين يبقى هي مدينة يابوس لأنها كانت ملك لشعب هم اليابوسيين واضح الفكرة أنا بس بحاول أخذ حضراتكم أنه إزاي نشأت الأمة اليهودية مع إبراهيم وارتبطت أيضا بمكان وتحور هذا المكان إلى عاصمة أساسية صارت هي مدينة أرشاليم مبدي نبزة بسيطة من منظور الكتار المعدس عن تاريخ هذه المدينة الاسم يابوس أو يابوسي ورد ذكره أربع مرات فقط في العهد القديم وفي كل مرة كان يشير إلى مدينة أرشاليم يعني أي دارس أي درس العهد القديم يعرف هذه الحقيقة في كل مرة ذكر الكتاب مدينة يابوس كان يذكر ويعرفها على أنها مدينة أرشاليم طيب من هما اليابوسيين أصحاب المدينة الأصلية يابوس التي هي أرشاليم اليابوسيين هم شعب من الشعوب الكنعانية السابعة والتي ذكرها الرب في خروج ثلاثة وعشرين وفي تسنية سبعة من عدد واحد إلى اثنين نقرأ كده في تسنية سبعة من واحد إلى اثنين متى أتى بك الرب إلهك إلى الأرض التي أنت داخل إليها لتمتلكها وتردى شعوبا كثيرة من أمامك إيه هي بقى الشعوب لربنا هيتردها من أمام شعب إسرائيل علشان يعطيهم هذه الأرض هذه الشعوب السبعة هم الحثيين والجرجاشيين والأموريين والكنعانيين والفرزيين والحويين واليابوسيين سبع شعوب أكثر وأعظم منك دول السبع شعوب اللي الرب بيكلم عنهم ومن ضمن هذه سبع شعوب كان كان شعب اليابوسيين فمدينة أرشليم كويس قبل ما يمتلكها اليهود كانت ملك لشعب اسمه الشعب اليابوسي كويس كان الشعب اليابوسي هو اللي بيمتلك هذه المدينة والرب طرد هؤلاء الشعوب وصارت هذه الأرض ملكا لشعب اسرائيل في فترة حكم داود داود هو الذي استولى على هذه المدينة يعني أيام يشوع لم يستولى يشوع على مدينة اليابوسي أو يابوس لكن الذي استولى عليها وحولها إلى مدينة الملك العظيم داود وصارت فيما بعد تعرف بمدينة داود كان هو الملك داود كويس داود هو الذي استولى على المدينة يقول إن الكتاب كده في سمويل الثاني وفي أصحاح خمسة وفي الأعداد من ستة العشرة قصة امتلاك داود لمدينة يابوس اللي هي أرشليم يقول وذهب الملك ورجاله إلى أرشليم إلى اليابوسيين سكان الأرض وأخذ داود حصن صهيون هي مدينة داود هذه المدينة كانت مدينة حصينة وكان يطلق عليها أيضا حصن صهيون كويس وهي مدينة اليابوسيين هي يابوس أخذها الملك داود وصارت هذه المدينة هي مدينة داود دا التاريخ بتاعها دا التاريخ بيقول لي أنه داود ألف سنة قبل الميلاد استولى على هذه المدينة في الوقت دوا هنقرأ أيضا عن أن الفلسطينيين كانوا موجودين وأقطاب الفلسطينيين لكن هذه المدينة كانت ملك لمين كانت ملك لداود لكن قبل داود كانت ملك لليابوسيين ويس طيب أرشاليم العاصمة سميت المدينة باسم مدينة داود لأن داود هو الذي استولى عليها وحولها داود إلى مركز للعبادة حينما نقل تابوت الرب إلى مدينة أرشاليم داود نقل تابوت الرب إلى مدينة أرشاليم فصارت مدينة أرشاليم هي مركز العبادة للشعب اليهودي بس يعني عايز حضراتكم تكونوا متابعين معايا الأحداث لأنه مش كلنا يعني انتورست للجغرافيا والتاريخ ودراسة التاريخ لكن العاد القديم واضح جدا أنه أن مدينة أرشاليم كانت تطلق عليها مدينة يابوس وكانت ملك اليابوسيين واليابوسيين هم واحد من السبع شعوب للرب طردهم من أمام شعبه وأعطى أرض كنعان لهم داود هو الذي امتلك مدينة أو فتح أو خلينا أقول انتصر على اليابوسيين وأخذ مدينة يابوس منهم وحول وحولها إلى مدينة يطلق عليها اسم مدينة داود وجعل هذه المدينة هي مدينة العبادة أو المركز العبادة للشعب اليهودي كويس عمل دوا لما نقل تبوت عهد الرب إلى المدينة طيب نقل إلى نقطة أخرى النقطة الأخرى المهمة انه زي ما قلت انه سميت المدينة باسم مدينة داود وأصبحت مركز للعبادة لما داود نقل إليها تبوت عهد الرب يقول لنا كده في صمويل الثاني وأصحح ستة وجمع داود أيضا جميع المنتخبين في إسرائيل ثلاثين ألفا وقام داود وذهب هو وجميع الشعب الذي معه من بعلة يهوزة ليصعدوا من هناك تبوت الرب أو تبوت الله فذهب داود وأصعد تبوت الله من بيت عبيد أدوم إلى مدينة داود بفرح يبقى هنا تحولت مدينة يابوس أو مدينة أرشاليم تحول اسمها إلى مدينة داود ومن ذلك الوقت من هذا الوقت أصبح يطلق عليها مدينة داود أو مدينة الملك العظيم أو مدينة سهيان أو حسن سهيان كويس دي اي دي أرشاليم لا يوجد ذكر خالص هنا على صراع ما بين اليهود والفلسطينين على مدينة أرشاليم لا يوجد ذكر ولم ينافس أبدا الفلسطينين داود أو سليمان أو غيره على مدينة أرشاليم صارت مدينة أرشاليم هي الكابتال بتاعة اليهود من أيام داود كويس طيب نمشي واحدة واحدة ماذا حدث بعد هذا بعد موت داود سليمان بنى هيكل سليمان اتبنى في نفس المكان الذي اشتراه داود من أرون أرنان اليابوسي داود لما حب يعني يبني مكان للرب يحط فيه التابوت راح إلى واحد كان بيمتلك القطعة دي قطعة الأرض دي كان اسمه أرون أو أرنان اليابوسي وقال له أنا عايز أشتري قطعة الأرض دي لما استولى عليها داود ما طردش كل اليابوسين اللي عايشين فيها اللي عايشين في سلام عاشوا وظلوا أيضا بيمتلكوا أراضيهم فداود قال له أنا عايز اشتري قطعة الأرض دي قال له لا أنا مش عايز ها بلاش أنا أخدها وادفع ثمنا فيها وبنى فيها داود هناك مسبحا للرب بنى مسبحا للرب قطعة الأرض دي هي اللي عليها بنى سليمان هيكل سليمان هي اللي عليها بنى سليمان هيكله طبعا فيه كمان تقاليد أخرى بتتكلم عن ليه الأرض دي بالأخص دي تقاليد مش موجودة في الكتاب عدس يعني من ضمن القصص اللي اللي معروفها واللي بيتداولها أيضا التلمود وبعض الكتابات اليهودية إنه هذه القطعة بالأخص كان هناك أخان أو شقيقان كل واحد منهما كان عنده قطعة أرض الأخ الأول الأكبر كان متزوج وعنده أولاد وعنده نصيبه من الأرض اللي ورسها عن أبيه والأخ الأصغر كان أعزب مش متزوج ما عندهش ولاد وكان عنده نفس الحجم أو نفس المساحة من الأرض يعني الأرض تساوت تقسمت ما بين الأخين فكان في وقت الحصاد إنه الأخ الأكبر وهو بيجمع حصاده بيعود يفكر في أخوه ويقول أنا بجمع الحصاد وأنا بحتفل مع زوجتي بحتفل مع أولادي أما أخي فهو بمفرده هناك فيعمل فيروح واخد شوال من المحصول بتاعه وسراً ليلاً يروح يوديه ويحطه عند الحصاد بتاع أخوه وعايز يفرح أخوه أخو التاني اللي هو أعزب بيفكر في الأخ الأكبر المتزوج وبيقول أخويا عنده مسؤوليات كثيرة أنا عندي نفس حجم الأرض ونفس المحصول بس أنا بمفردي فياخد شوال من عنده كويس من محصوله ويروح يوديه ويحطه سراً ويضيفه إلى محصول أخيه وستمر هذا الوضع سنوات إلى أن تلاق الأثنان في قطعة أرض وحدة وعرف أنه كل واحد فيهم أنه زي أخو بيهتم بي ومن هنا صارت هذه القطعة هي هي القطعة اللي بنى عليها سليمان الهيكا لكن كتابياً هي القطعة التي اشتراها داود من أرونة اليابوسي وبنى مسبحاً للرب عليها سليمان بنى هيكل سليمان وهيكل سليمان لما نقرأ أوصافه ونقرأ العظم بتاعته ونقرأ كمية الحجارة والأخشاب والذهب التي استخدمها سليمان في بناء الهيكل كان واحد من عجائب الدنيا في ذلك الوقت فقال الملك دا هنا بتكلم عن إزاي داود اشتراكت تعرف فقال الملك داود هنا لأرونة بل أشتري منك بثمن ولا أصعد للرب إلهي محرقات بجانية فاشترى داود البيضر والبكر بخمسين شاقلاً من الفضة وبنى داود هناك مذبحاً للرب وأصعد محرقات وذبائح نفس قطعة الأرض دي بنى عليها سليمان الهيكل يقول لنا الكتاب في صفر الملوك الأول وفي أصحاح ستة وكان في سنة الأربعمائة والثمانين لخروج بني إسرائيل من أرض مصر بعد ربعمائة وتمانين سنة من خروج بني إسرائيل من أرض مصر في السنة الرابعة لملك سليمان السنة الرابعة لملك سليمان وعيز في شهر زيو وهو الشهر الثاني أنه بنى البيت للرب إن التاريخ محدد جداً بيقول لي الشهر بيقول لي السنة وبيقول لي إن إلا حصل في هذا التوقيت أن سليمان بنى بيت الرب أكمله كان البيت تم والهيكل تم بناءه ونقرأ التفاصيل بتاعة بناء الهيكل وكيف ظهر الرب لي سليمان وتحدث مع سليمان وإزاي سليمان طلب من رب إن يديله حكمة والرب إداله حكمة وإداله غنى كثير جداً جداً وثمان ملوك الأول كويس لكن لم يستمر الوضع بالشكل الذي كان عليه بعد فترة من الزمن بعد ما يقرب من حوالي تلتمية سنة ابتعدر الشعب عن الرب وابتدأ يعبد الأوثان وابتدأ يرتبط بالأوثان وابتدأ ينجس أيضاً مكان العبادة وما لقلب الشعب بعيداً جداً عن الرب ولما يسمع الشعب للأنبياء الذين أرسلهم الرب لهم منذراً فما كان من الرب إلا أن يدين شعبه على خطياء على يد ملك معروف جداً يدعى نبوخز نصر ملك بابل ففي سنة خمسمية ستة وتمانين سقطت مدينة أرشليم في يد ملك بابل بعد حسار دامة ثلاث سنوات دمر ملك بابل مدينة أرشليم دمر الهيكل دمر القصور التي كانت موجودة حولها إلى خراب وضمار قتل الكثيرين من اليهود والأحياء أخذهم سبايا إلى بابل بنقرأ عن هذه الأشياء بالتفصيل الكثير جداً في أخبار الأيام التاني وكذلك الملوك التاني كما بنقرأ أيضاً عنها في نبوات حسقيال ونبوات أرمية النبي وواحد من الذين كانوا اتسابوا في ذلك الوقت كان أيضاً دانيال عندما أخذ للسابي قبل دمار أرشليم لكن الحقيقة التاريخية المؤكدة أن مدينة أرشليم مدينة الملك العظيم بكل ما فيها قد دمرت وأحرقت بالنار زي ما الرب أباد وأدان شعوب أخرى على خطيها أدان أيضاً شعبه على خطيته فهو الإله القدوس الذي يدين الخطيئة إذا استمر الإنسان في رفضه للتوبة وللرجوع للرب طيب كمل يا ترى إيه اللي حصل بعد كده اللي حصل بعد كده إنه بعد سبعين سنة بدأ شعب اليهود يرجع من بابل على يد زروبابل وعزرة ونحمية بدأ الشعب في الرجوع ونقردو بكل وضوح في سفر عزرة وسفر نحمية بالتفصيل عن ماذا حدث بعد سبعين سنة رجعوا من الساب ورجعوا من الساب بهدف أساسي وهو بناء ما قد هدم ودمر وبالأخص هيكل للعبادة وبدأ اللي عائدون من الساب يبنون الهيكل وبعد عشرين سنة من رجوعهم اكتمل الهيكل وبنوه لكن لم يكن في جمال وفي عظمة طبعا هيكل سليمان تاريخ بيقولنا ان المدينة استمرت واليهود استمروا في مدينة أرشاليم وعندما قاتل اسكندر وال أسس مملكته صارت أرشاليم أو اليهودية جزء من هذه المملكة اليونانية وبعد لما مات اسكندر الأكبر وتقسمت مملكته على الجنرالات الأربعة اللي كانوا في جيشه كويس صارت مدينة أرشاليم تتأرجح ما بين حكم البطالمة في الجنوب اللي هما في مصر وانتمائها إلى أيضا الحكم في سوريا فكان ملك الشمال يحاول أن يستول على أرشاليم وكان ملك الجنوب في مصر البطالمة كانوا بيحاولوا يستولوا على أرشاليم ولما كان الاثنين دول ملك الجنوب وملك الشمال بيحربوا على بعض يجوا الاثنين ويتقابلوا عند مدينة أرشاليم وكانت زي بالزبط مدينة أرشاليم للأسف الشديد زي المداس الملك الجنوب لو عايز ينزل ملك الشمال لو عايز ينزل يحارب الجنوب كان يدوس على أرشاليم ملك الشمال في مصر لو عايز يطلع يحارب ملك الجنوب في سوريا كان يدوس على أرشاليم فصار تاريخ أرشاليم تاريخ مؤلم ونقرأ عن ركسة الخراب سنة 167 وعن اللي عمله أنتيخس أبي فانس وإزاي إنه حاول يفرد الثقافة الهلينية اللي هي اليونانية ويمحو كل علاقة باليهودية إنه يعطل العمل بالنموس وينجس الهيكل ويمنع الختان لليهود فقام الثورة أيام يهوز المكابي واستطاع يهوز المكابي مع من معه إنه هم يعني يحرروا أرشاليم وصار ده الأساس للعيد اللي بيحتفل به اليهود اللي هو بيطلق عليه الحنكة وظل هكذا في سنة 63 أتى الرومان واحتلوا اليهودية وصارت اليهودية جزء من المملكة الرومانية إلى أن خربت ودمرت ودمرت سنة سبعين ميلادية عندما أتى تيتوس الروماني ولم يبقى حجر على حجر في مدينة أرشاليم وصارت مدينة أرشاليم عبارة عن بحر من الدماء وغاب من السلبان وانتهت مدينة أرشاليم وخربت وتشتت اليهود في كل بقاع الأرض ده التاريخ بحسب إيه بحسب الكتام عدس كويس ظلت مدينة أرشاليم خربة إلى أن أتى البيزنطنيين كويس في القرن الثالث وبدأ اليهود يعودوا بعض اليهود يعود إلى مدينة أرشاليم وبدأت هناك نوع من الحياة والسلام ما بين البيزنطنيين المسيحيين وما بين اليهود في ذلك الوقت إلى أن أتى الإسلام و دخل إلى أرشاليم وانتصروا على البيزنطنيين ويس وبدأ من هنا التاريخ يتحول إلى كراهية دينية بسبب تعليم الإسلام ونظرة الإسلام للشعب اليهودي وطبعا بنعرف أنه أتى في الحروب الصلبية أتى يعني الغرب وحاول أنه يحرر مدينة أرشاليم وحاول أنه يرجعها مرة تانية وبعدين نجد بعد كده المدينة ظلت تحت هذا الحكم وبعدين ظلت تحت حكم الإمبراطورية العثمانية 400 سنة وبعدين تحولت إلى نعت ظلت تحت الحكم البريطاني إلى وعد بيلفور وبعدين رجوع اليهود في سنة 1948 وما زال العداء موجود طيب أنا كده يمكن خلصت الجزء الخاص باليهود وتاريخ اليهود مختصر بسيط عن تاريخ شعب الفلسطينيين الكلمة فلشتي أو اللي هي تترجم فلسطيني تترجم أساسا مهاجرين يعني أساس كلمة فلسطيني أو فلشتي يعني مهاجر وده بيقول لي إنه إنه هما هجروا يعني الكلمة نفسها بتاعمل معنى الهجرة شخص هاجر من مكان إذا ما زي مثلا النهاردة نقول على مثلا السوريين الذين تركوا سوريا وراحوا للغرب نقول عليهم اللاجئين أو نقول عليهم المهاجرين كويس فكلمة فلشتي تعني أو تترجم بي المهاجرين المهاجرين دول أساسا أساسا عاشوا في حتة تسمى كفتور وكفتور هي جزيرة كريت وليس فلسطين يعني هما مجموعة من المهاجرين اللي هجروا من جزيرة في البحر المتوسط هذه الجزيرة هي جزيرة كريت وراحوا ناحية الشرق ودخلوا إلى اليهودية أو أرض كنعان خلينا أقول وعاشوا في هذه المنطقة عشان كده في سفر عموس سفر عموس يقول لنا إيه يقول ألستم لي يا بني إسرائيل مثل الكوشيين يقول الرب ألم أخرج إسرائيل من ديار مصر يعني الرب أخرج إسرائيل من ديار مصر وأتى بها إلى أرض كنعان طب ماذا عن الفلسطينيين والفلسطينيين من كفتور إيه دا يعني الفلسطينيين دول زي اليهود اليهود الأرض دي ما كانتش بتاعتهم والرب اديها لهم والفلسطينيين أيضا الأرض دي مش بتاعتهم دول مهاجرين قاتوا من كريت إلى اليهودية الكلام دا مش بتاعي مش من تأليفي كلام دا من كلمة الرب وزي ما الرب أعطى مكان لليهود الرب أيضا أعطى مكان للفلسطينيين والأراميين كمان الرب أخرجهم من قير فأنت عندك هنا إنه إنه زي التاريخ تقدر تربطه مع بعض لم يكن الفلسطينيين في الأرض عندما وعد الله إبراهيم منقراش إنه كان موجود فلسطينيين أيام إبراهيم لما الرب وعد إبراهيم بالأرض نقراش نقرأ عن إرشليم ونقرأ أنها كانت ملك ملك سادوم ملك ملك صادق وهو كان كاهن الله العلي إلى آخره ولا نقرأ عن الفلسطينيين أنهم كانوا من السبع الشعوب الذين كانوا يعيشون في أرض كنعان فالسبع شعوب الذين كانوا يعيشون في أرض كنعان زي ما قلت الحثيين والجرجاشيين والأموريين والكنعانين والفريزيين والحويين واليابوسيين يذكر سفر التسنية فرقالنا الاربعتاشر قبل الميلاد يذكر أن الكفتاريون ومعهم الفلسطينيين غزوا أرض العوير أو الغزو العويون وأبدوهم واحتلوا أرضهم وأخذوا أرض فلسطين وعرفت الأرض بهذا الاسم من بعد يعني الكفتاريين أتوا من كريت وغزوا أرض العويين وأبدوهم واحتلوا أرضهم وأخذوا الأرض فأطلقت عليها أرض فلسطين لأنهم المهاجرين والعويون الساكنون في القرى إلى غزة أبدهم الكفتاريون الذين خرجوا من كفتور وسكنوا مكانهم نقرأها بكل وضوح في الكتاب المؤدس في زمن يشوع والقضاء وشاول وداود كان للفلسطينيين وجود كان هناك خمس أقطاب أقطاب للفلسطينيين خمس عائلات كبار خمس قبائل كويس أو لو خدناها بلغة الأمارات خمس إمارات كل إمارة كان مسؤول عنها عيلة كان موجود الغزي اللي أشار إلى غزة والأشدودي والأشقلوني والجتي والعكروني دول الخمس أقطاب بتوع شعب فلسطين دول خمس أقطاب بتوع شعب إيه شعب فلسطين خمس عائلات بخمس أماكن بخمس مدن ونقر عنهم في أيام داود ونقر عنهم في أيام شاول قبل داود ونقر عن الصراع الذي كان موجود والحرب التي كانت موجودة ما بين اليهود وبين الفلسطينيين ولم يكن هذا الصراع في أساسه صراع ديني كان صراع على البقاء فالبقاء كان الأقوى كان كل شعب بيحاول إنه يعيش ويدافع عن نفسه كويس سكنوا أرض كانعان من الشحور الذي هو أمام مصر اللي هو نحن نقول نهارده عند معبر رفح عند معبر رفح كده وطالع كويس إلى تخم عقرون شمالا في غزة وأشقلون يعني الحتة اللي كلها عند البحر المتوسط وهذه المدن كانت تتأخم الطريق الساحلية المؤدية من مصر إلى كانعان كانوا موجودين في هذا الجزء وكانوا دايما في صراع مع اليهود واليهود كانوا دايما في صراع معهم بس الصراع زي ما قلت الصراع على البقاء والدفاع عن النفس الصراع أخذ منعطف ديني بين الإسلام والمسيحية مع دخول الإسلام وللأسف الشديد يرى الإسلام أن الحل الوحيد هو إبادة اليهود المسلم اتربى على فكرة واحدة أن اليهودي لابد أن يباد فأعظم أحلام المسلم هي أن ينسف اليهود من على وجه الأرض وهناك تطاول مستمر إسلاميا وقرآنيا على اليهود فهم أحفاد القردة والخنازير أنا لا أعرف يعني لو المسلم حط نفسه مكان اليهودي ولو اليهودي بيقول عنه نفس الكلام أنه أحفاد القردة والخنازير يعني مع راش حضرتكم متابعين المشكلة ما بين السعودية وما بين لبنان أنه زي أنه وزير الخارجية اللبناني قال لفظ وصب به السعوديين قامت الدنيا إزاي توصفنا بهذا الوصف إزاي تقول علينا أنه إحنا بدوه تتخيل أن أنت بقى كل يوم تل عن هؤلاء وتقول عنهم أنهم أحفاد القردة والخنازير وكل أمنياتك في الحياة أنك تبدوهم من على وجه الأرض العداء الحل الوحيد لهذا العداء لن يكون حلا سياسيا بصراحة أي حل سياسي مع الوقت يقع ما نحن نتمنى أن يوجود حل الحل أنك تنزع هذا العداء هذا العداء لابد أن ينزع ولابد أن ينسف من جزوره لكن إزاي العداء دون ينسف من جزوره لن ينسف هذا العداء إلا من خلال شخص يسوع المسيح الذي يستطيع وحده أن يغير القلب والفكر يغير قلب اليهودي ويغير قلب الفلسطينيني ويجعل من الاثنين إخوة متحبين متعايشين مع بعض كأسرة وحدة صدقوني الحل هو في الإيمان يسوع المسيح رئيس السلام الذي يستطيع وحده أن ينزع العداوة والكراهية والبغضة من القلب نحن ضد كل ظلم نحن نقف ضد كل عنصرية نحن نقف ضد كل إبادة للأبرياء وكل حرب عش كده نحن ندعو الكل للرب يسوع المسيح تغيير القلب يكون بيسوع المسيح ولهذا قال رسول بوليس عن علاقة الأمم باليهود ولكن الآن في المسيح يسوع بكلم عن الأمم أنتم الذين كنتم قبلا بعيدين صرتم قاربين بدام المسيح لأمم اللي كانوا بعيد جدا صاروا قاربين بدام المسيح لأنه هو سلامنا يسوع المسيح هو سلامنا سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا كيف يعيش الفلسطيني مع اليهودي عندما يقبل الاثنين يسوع المسيح احنا عندنا خدام من فلسطين وعندنا خدام من أصل يهودي والاثنان معا جسدا واحدا يخدمان الرب بنفس واحدة يسوع المسيح هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا ونقض حائط السياج المتوسط أي العداوة هناك حائط عداوة موجود بين الشعبين الوحيد الذي يستطيع أن ينقض هذا الحائط هو شخص يسوع المسيح الذي هو سلامنا أي سلام آخر أي سلام آخر هو سلام وقتي أي محاولة أخرى هي محاولة وقتية تستمر لبعض الوقت لكنها تأتي وتنفجر عشو كده على هذا المنبر أنا بدعو إخواتي الفلسطينيين أن يعرفوا يسوع المسيح وبدعو أيضا اليهود أن يعرفوا يسوع المسيح فيملأهم محبة المسيح ويعيش معا كإخوة متحبين ليحل الرب بسلامه على هذه الأرض وليحمي الرب الأبرياء والنساء والأطفال والمساكين من أي حرب الرب يبارككم آمين ترجمة نانسي قنقر